السلام عليكم انا عمار محمد وده فيديو جديد في الالكترانيكس بلاي لست في الفيديو ده عزي نكلم على الكمبيوتر ماموري ازاي الكمبيوتر بيميمرايز او بيميمبر الديتا وفي الفيديو ده احنا مين بي هنشرح السنجل بيت ماموري هنشرح ماموري بتستور سنجل بيت 0 أو 1 الديسكشن بتكنا تبدأ من عندي حاجة اسمها الاسر لاتش نعارفين ان الاتش اصلا تعريف الاتش في الديجيال سيركيط سيركيط بنعمل feedback من الoutput للإمبوت عشان نحافظ على الoutput state عند قيمة معينة وبانونها بتلاتش عند قيمة معينة وتبقى stable عند قيمة معينة سواء 1 أو 0 فعندي هنا الاسر لاتش لها 2 inputs set input وreset وفي هنا الoutput queue والoutput implement او الكيوبر لما احنا بنجيب 1 على الset input متى احنا بنعمل setting للكيوب والكيوبر عكسه ولما بيجيب high signal او 1 على الreset فبنعمل reset الoutput وكيوبر عكسه خلينا نقسم initial state كده نحنا اول ما عملنا turn on فعندي طبعا الreset ب0 والset ب0 الامبوت تتبقى ب0 ما فعلنا هو randomly سواء الكيو او الكيوبر بيبقوا ب0 لكن خلينا نقسم ان الكيو كان بواحد وبالتالي الكيوبر ب0 ونبدأ ان احنا نحل على ال state date ونشوف ايلا يحصل الواحد اللي انا بداية تعمله feedback يجي على الامبوت بتاع نور جيت وان وزيرو هيدينا الزيرو والزيرو اللي انا هيحصل له feedback على السكند امبوت بتاع نور جيت التانية يبقى عندي هنا زيرو 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 بالنور جيت هيدونا وان وهي هتلاتش على ال state date طيب هي حاليا في ال state state لو انا عايز اعمل لها reset فابدأ ان انا امجايب high signal او واحد على ال reset باب عندي هنا واحد على ال reset وعندي هنا zero مفروض انه one و zero بالنور جيت هيدونا zero الزيرو ده هيحصل feedback على الامبوت بتاع النور جيت دا باب عندي هنا zero 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 مفروض انه ما هيدونا one وكده انت عملت flip او عملت reset للسرلاتش اخر حاجة بقى ان انت عايز تعمل لها set كمان مرة فهتقوم جايب هنا high signal على 7 يبقى عندك هنا واحد واحد و zero المفروض انه هو هيديك zero يبقى عندك هنا key bar zero الزيرو دا يحصل له feedback ويبقى عندك هنا zero والone اللي هو من اخر حاجة او zero zero بقى لان احنا حالين ال reset في zero ف zero zero مفروض انه يدينا one وكده احنا عملنا له هزات كمان مرة هنبدأ ان احنا نعمل اول circuit عندنا وهي السرلاتش اللي احنا كلمنا عنها من شوية نعملها باستخدام ال IC اللي هي CD4001 وده هي CMOS low speed هي قديمة شوية لكن هتقضي الغرض دي عبارة عن نور جيتس يعني دي قوات تو امبت نور جيتس فنبدأ اول حاجة ان انا اوصل ال IC وحنا نبدأ ان اعمل بقية ال connections ونرجع تاني هنا حالين كده وصلنا ال R slash او ال set reset latch بقيتنا دي طبعا ال quad to input nor gate ال IC اللي هي CD4001 وصلناها انا عندي هنا two inputs set و reset نعملهم ب two push buttons وعندي هنا Q LED الاحمر وال Q bar هو LED الاصفر وده ال output و ال output complement وطبعا المكانزم الفيباك معاول هنا بال two jumpers لو مت شافين ممكن نبدأ ان احنا نوصلها power ونتست انا طبعا بتبدأ random state فهي بدأت reset خلينا نعمل لها set reset 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 كمان مرة و سؤن بقى set reset بنفس المكانزم اوكي هنبدأ ان احنا نضيف حاجة تانية ونشوف ازاي ده هياخدنا في النهاية لسنجل بيت ميموري النكستة بتاعتنا في اتجاه السنجل بيت ميموري ان احنا انا بنحاجة اسمها لجيتد اثر لاتش لجيتد اثر لاتش معنا ان انا عامل على يعني الاتنين ما بيقاش لهم اي تأثير غير لو انا عامل بهاي او بوان طبعا الموضوع واضح انا بعمل set او reset لو اي واحد فيهم بوان هنضح ازا اننا نستخدم two and gates كل واحدة فيهم بتاخد input من الاتنين كfirst input لها وبتاخد ال enable bin كsecond input لها فطول ما ال enable بتاعي بزيرو هيبقى ال out بتاعي two and gates بزيرو اعمل بقى set او اعمل reset مفيش اي حاجة من دولة الافكت بتاعها هيأثر على الاثر لاتش لكن اول ما خلي ال enable بتاعتي بوان او بهاي فانا كده عامل enable لل gates ال two gates دولت وبسمح بال signal بتاعت ال reset او set انها تدخل على الاثر لاتش فلو عامل هنا one فone مع ال one هيبقى عندي هنا one ولو عملت ال reset بتاعي بone فبردو ال one مع ال one هيبقى او هيعدي من ال gate ديت ويبقى one اوكاي خلينا نتست ال circuit ديت ونشوف ال enable بينها يشتغل ازاي مع ال set وال reset آآ input سبتعنا دي كده ال and gate اللي احنا نستخدمها اللي هي ال asan المفروض بدل ال x بيقى فيه هنا seven فهي اسان سافنتي فور اتشي سي zero eight ودي ودي حبة حكاة عايزين نوضحها وهي ان ال معناها انها high speed c مص اوكاي والكود اللي هنا او zero eight دوت بيقول ان هي quadrable two input and gates اللي همنا في الموضوع ال operating voltage بتاعها اللي هو من two ل six volts وده suitable مع ال five volts بتاعنا واللي همنا برضو ال functional bin out لان ده اللي هنوصل منه على ال pre-port هنبدأ ان احنا نوصلها على حسب ال schematic بتاعتنا بتاعت هنستخدم طبعا two gates واحد لل set واحدة لل reset ونبدأ نتست احنا حاليا وصلنا ال two end gates بتاعنا عشان نعمل بهم فانا عندي three inputs او three push buttons واحد لل reset واحد لل enable واحد لل set الاتنين طبعا او التلاتة بيدخلوا على ال end gates وبقى كده باخد ال outputs بتاعت ال end gates ادرايف بيها ال answer latch اللي احنا عملناها من شوية هنبص هنا في عندي جزئين جزء اللي على اليمين هنا دي ال answer latch اللي معمولة به النور gates ال IC الاولانية وعندي هنا ال IC بتاعت ال end gates اللي عمل بيها ال gates او ال gated input في عندي اول push button اللي هنا بتاع ال enable وهنا ال push button بتاع ال set وهنا ال push button بتاع ال reset زي ما احنا شايفين انا باخد two outputs بتاع ال end gates ادرايف بيهم ال answer latch فادي عندي هنا two outputs بتاع ال end gates رايحين على ال set وال reset بتاع ال answer latch اللي احنا عملناها في الاول واللد الاحمر هو بتاع الكيو والاصفر بتاع الكيو بار زي ما كانوا معمولين قبل كده اوكي نبدأ ان احنا نوصلها باور ونتست طيب احنا حاليا وصلنا ال gated answer latch باعتنا بال power هي بتبدأ في random state هي بدأ في ال set state نلاحظ ان انا لو دست على ال set او ال reset push buttons مفيش اي حاجة بتحصل اول ما دوس على ال enable اقدر ان انا اعمل reset او set اول ما سيب ال enable او اخليه low ب zero ف ال set وال reset ما لهمش اي افكس على ال answer latch شايتنا وكده احنا عاملين gated answer latch احنا كده تحركنا خطوات زيادة ناحية single bit memory خطوة جاية باذن الله هنعمل حاجة اسمها ال gated d latch ودي اللي هنستخدمها ك single bit memory او كاي لو اخدنا خطوة ابعد شوية ف احنا اناعمل حاجة اسمها ال gated d latch ال gated d latch هي عبارة عن gated answer latch ما تضف لها not gate وخلينا نشوف الموضوع ماشي ازاي اا لو شلت الجزء بتاع not gate اللي هنا داريت بالمنظر ده فانا عندي هنا عادي جدا gated answer latch عندي هنا reset وهنا set ودي هنا ال enable احنا عرفين دايما في true stable بتاع ال answer latch كان ال set وال reset عكس بعض يعني واحد فيهم يكون complement للتاني فانا استخدمت single input لل set ويدخل المعكوس بتاعه على طول على ال reset انا كده بقى عندي single input هنسمي data فلو انا عندي هنا data 1 بيحصل لها complement فيبقى عندي هنا zero على ال reset one على ال set لو في نفس اللحزة امتعمل ال enable بتاعي ب one او ب high فهبدأ ان انا اعمل setting لي ال answer latch بتاعي وال out بتاعي او ب one بعد ما نشيل ال enable ونشيل ال data هتفضل السيركب بت memorize او بت remember القيمة اللي موجودة على ال outbook queue lay a one طيب حبيت ان انا اعمل reset ونجاي جابي هنا data zero data zero لما يحصل لها inversion بال inverter اللي هنا هتبقى واحد وهيخش لي هنا كده zero zero على ال set واحد على ال reset فانا كده بعمل resetting لل answer latch بتاعتي وبالتالي تبقى ب zero واول ما شيل ال enable signal وشيل ال data signal فال Caesar latch هتلمرو ال اخر حاجة كنتموجودة على ال q وهي zero واحنا كده عاملين حاجة اسمها ال gate واتلمرو ال� signal path اللي بتيجي على ال d input بتاعها او d to input بتاعها فهنبدأ ان احنا نوصل ال inverter ونستخدم فيه ال h c zero four وده برضه high speed c muscles ونشوف ال circuit هات response ازاي معنا ده ال inverter اللي احنا هنستخدمه اللي هو الاسن سبنتي فور اتش اي سي زيرو فور وده هكس انفيرتر برضو اللي همنا في حاجتين الا الابريتينج فولتش بتاعه اللي هو من اثنين لستة فولت ويهمنا الفنكشنال او الدايجرام بتاعه اوكي هو عبارة عن سكس انفيرترز احنا هنحتاج منهم واحد بس نوصل طبعا للبي سي سي وهنوصل الجراوند وهنستخدم انفيرتر منهم ولياكم مسلا رقم ثلاثة للايمبوت بتاعه ثري اي والاوب بتاعه ثري واي خلينا نبدأ نوصل السيركت وين تست زي ما وضح في الاسكماتيك بتاعتنا فاحنا هيبقى عندنا واحد لي الديتا اللي هو فيما سبق يعني كان السات والتاني هيكون لي الانيبل بتاع الديتا هيدخل دايركت على السات وهناخد نعمل له انفيرجن ونرجعه تاني على الريسات فاحنا يعتبر هنضيف بس المنت جديد ليه الوجي تد اسر لاتش باعتنا وهو الانفيرتر دوت فان هنا وصلت الاي سي بتاعت الانفيرتر دي اللي هي الاتش سي زيرو فور وطبعا احنا استغنينا عن البوش بوتن بتاع الريسات بقى عندي هنا بوش بوتن دوت بتاع السات او بتاع الديتا وده بتاع الانيبل باخد بتاع السات او بتاع الديتا بيدخله دايركت على اند جيت وبعد كده باخده اعمل له انفيرجن بيه الانفيرتر واخد بتاع الانفيرتر ارجع بيه على بتاع الاند جيت التانية ليه دي وطبعا بنكمل بقى ناخد بتاعت الاند جيت سندريف بيها الاسر لاتش زي ما احنا كنا عمليه في ما سبق وهي عندي هنا الكيو وعندي هنا الكيو بور اكي خلنا نبدأ نوصل السيرك بتاعتنا طبعا هي بتبدأ برضو فراندم ستيت نلاحظ ان انا على الديتا حاليا مالوش اي افكت على الكيو اول ما بنعمل اه الديبل وندوس عليه وانا كده حطت وان على الديتا وان علي الديبل كده انا عملت لاتشينج للان او خليت الكيو واي على الفكرة احنا ممكن نشيل الكي بار او الكي كمبلومنت عشان اللغبطة اللي يهمنا بس هو الديتا طيب حاليا الديتا بين بتاعي بزيرو لو دست على الانيبل هتلاتش زيرو طيب لو انا قمت عامل وانت ضغط ضغطة على الانيبل هتلاتش وان احنا كده عاملين سنجل بيت ميموري بتلاتش وان او زيرو مع الانيبل ستيت هاي اتمنى الفيديو يكون مفيد والسلام عليكم ورحمة الله